السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في البداية برضو مش حننسى أبداً إخوتنا وحبيبنا وأهلنا وحتى مننا في فلسطين، في غزة، في سوريا، في لبنان، في السودان، في أي مكان في العالم اللهم نصورهم وسبت أقدمهم اللهم سدد رميهم اللهم قوي إيمانهم اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض اللهم نصرك الذي وعدت اللهم احفظ نساءهم وشيخهم وأطفالهم وشبابهم اللهم احفظ أرضهم اللهم نصرك الذي وعدت اللهم احفظ بلادهم يا رب اللهم احفظ جيوشهم يا رب اللهم ارزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات اللهم انصر كل بلاد المسلمين اللهم فرجاً قريباً وفرحة قريبة بإذن الله ده كان الدعاء بتاعنا يا رب يتقبل ويا رب اللي يقدر على أكتر من الدعاء ما يتأخرش وبرضه ما ننساش سلاح المقاطعة تمام؟ سريعا كده قبل مبدأ الفيديو أنا عايز أقول لكم أن الزرعة اللي هنا دي اسمها وينكا الناس بتحب تسأل عن الزرعة يعني فالزرعة دي جميلة جدا وصيف شتا بتلاقي فيها الورد ده بيجدد نفسه وهي معمرة يعني ما بتنتهيش في الشتا ولا في الصيف يعني طول السنة حتلاقيها مطلع عليك الورد الجميل ده على فكرة هو منظره أحلى من الصورة كده بكتير ورخيصة وممكن قوي تجيبيها من عند أي تاجر زرع تمام؟ ده كده في السريع ندخل في الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة أحيانا بتحصل لنا ظروف ولادة بقى لقدر الله عملية لقدر الله مرض المهم بنسيب البيت فترة كده حتى لو كنا موجودين فيه بنهمل بقى روتين التنظيف وبنبقى مشغولين في الظرف اللي حصل لنا فاللي بيحصل إن البيت بنتفاجئ إن هو بقى في منتهى الفوضى وفي منتهى الاتساخ وفي منتهى البشاعة وبنتخض كلنا أو إحنا كسيدات يعني إزاي حقدر ألم الموضوع ده كله وحقدر أخلص اللي ورايا ده كله في ظل وجود أطفال في ظل وجود مدارس في ظل الأعمال اليومية مذكرة إزاي نقدر ننقذ البيت كله إنقاذ سريع كده من غير ما نقصر على أي جانب من جوانب الحياة التانية تمام؟ متفقين دايما إن مش عشان البيت نقصر في حق الزوج ومش عشان الزوج نقصر في حق الأولاد أربع لازم نهتم بيهم بنفس القدر وبنفس الأهمية الزوج نفسك أولادك بيتك بنفس القدر مش قادرين نوازن ونهتم 100% يبقى بنفس القدر حتى لو 50% المهم هنعمل إيه بقى لو حصل لنا الظرف ده حديك شوية خطوات كده حتنقذ لك البيت ممكن كله في ساعتين تمام؟ مهما كان كبير مهما كان حالته أول حاجة جيبي كيس كبير كده ولف في البيت لفه في 10 دقايق سريع كده كل قوضة خدي منها أي حاجة عايزة تترمى أكواب فاضية بقى اللي هي اللي تستعمل مرة واحدة زجاجات فاضية مناديل ورق علب فاضية علب حاجات قديمة أي حاجة عايزة تترمى وما تنفعش تاني حطي في الكيس ده بسرعة بسرعة واظبطي الطايمر كده أو بصي في الساعة 10 دقايق تكوني وخلصها البيت كله من الناحية دي من ناحية لمّ الحاجات اللي ملهاش لازمة تمام؟ حطي الكيسة دي بقى جمّة باب الشقة تاني حاجة برضو لفة تانية في 10 دقايق كل البيت كده شوفي الغسيل اللي مش نضيف فيه هاتي بسكت الغسيل كده ولمّي كل حاجة عايزة تتغسل شميها كده أو شوفيها بطريقتك أي حاجة عايزة تتغسل حطيها في البسكت بتاع الغسيل ووديه على الحمال تمام؟ تالت خطوة بقى ودي أهم خطوة بصي في الساعة كده لمدة برضو ما يجيش نص ساعة كأن ديوف جيّن لك وعايزة تنقذ البيت انقذ سريع هتعملي إيه؟ روّقي من على الوش مش بنقول تنظيف عميق حطي كل حاجة في مكانها كتب بقى عايزة تتحط في الأدراج كتب عايزة تتحط في مكتبة أي حاجة مش في مكانها حطيها في مكانها تمام؟ إنقاذ سريع مش تنظيف عميق إحنا بنروّق كده ترويئة سريعة كأن حد جاي لنا اللي تقدر يتخبيه كده في أي حتة خبيه عشان عينيكي ما تتضيقش من المنظر فبعد كده حنلم كل الحاجات دي خلاص؟ لمدة نص ساعة كمان حاجات في قط النوم مش في مكانها حطيها في مكانها افتحي كده الشبابيك وروّقي ترويئة سريعة كده مش هتاخد أكتر من نص ساعة تمام؟ الخطوة الرابعة مهمة جدا برضو ما تستهونيش بيها وما تستقليش بيها ارتاحي شوية كده وانتي بترتاحي معاكي ورق أو قلم واكتبي المهام بتاعتك بتاعت بكرة هتطبخي إيه؟ هتعملي إيه؟ من كذا لكذا هتعملي إيه؟ شوفي بقى ظروفك بتشتغلي بتنزلي شغل ما بتنزليش ولادك بينزلوا مدارس ما بينزلوش جوزك بيصحى الساعة كام؟ كل واحدة حسب ظروفها اكتبي قائمة نهام بالوقت أهم حاجة تكون بالوقت من الساعة كذا للساعة كذا هعمل كذا تمام؟ وانتي بترتاحي كده لمدة عشر دقايق ما تطوليش ما تسرحيش بقى وتقولي آه دار بكرة أندي إيه؟ طب عامل إيه؟ لا بسرعة بسرعة عشر دقايق ما يزيدوش عن كده ما تطوليش ما تمسكيش الموبايل خالص ياريت تحطيه في درج بعيد كده عشان ده اللي هيعطالك وحيخليكي الوقت يطول معاك تمام؟ حطي ضمن قائمة المهام دي ترويق درج أو ضرفة تمام؟ وانتي بترويقيه كده تخلصي من جزء من الكراكيب بتاعته تمام؟ رقم ستة تنظيف عميق بقى في مهام لليوم التاني مش في النهاردة النهاردة ما فيش عميق خالص تنظيف عميق لجزء من غرفة جزء منها سواء نصها تلتها ربعها حسب هي حجمها قد ايه حسب كمية الكركبة اللي فيها حسب هتاخد منك وقت قد ايه لكن عايزة اقولك حتى لو ربع الاوضة او نص الاوضة مش هياخد منك اكتر من ربع ساعة لو زبطتي الطايمر كده او بصتي في الساعة وعملتي بهمة ونشاط كده حتى لو بلكونا حتى لو دولاب يعني مش دولاب جزء الاجزاء الداخلية لا من فوقه من تحته وتلميعه والتمام ومن تحته وكل حاجة تمام ده ضمن مهام اليوم اللي بعده رقم سبعة برضو ما تقلش اهمية ابدا عن اللي فاته استشعري نعمة ربنا عليك استمتعي بيها بنعم ربنا اهمها ان عندك عقل منظمه وحتقدر تخططي اليومك صح وحتقدر تنجزي وبصي كده لكمية الانجازات اللي انت عملتيها لما الكراكيب لما الزبالة لما الغسيل اكيد حواليكي والدنيا حواليكي تغيرت استشعري نعمة ربنا كده واستمتعي بيها النقطة اللي بعد كده غيري فرش السراير وخطيه في بسكة الغسيل بسرعة برضو مش هياخد منك اكتر من ربع ساعة احنا لو بنعمل بسرعة وبالوقت هنلاقي المواضيع هتاخد مننا وقت قليل جدا لكن لو احنا مرحرحين كده وبنقول يلا بقى وبعدين وتعبت ومش عارف ايه هياخد الوقت كله تمام طيب الرقم اللي بعد كده قومي بقى شغالي الغسالة وتوضي سريعة كده للحاجة اللي انت غسلتيها يعني انت النهارده غسلتي الحوض غسلة عميقة بكرة بإذن الله في نفس الوقت لازم كده يكون فيه ليفة او فرشة او اي انكان اللي بتدعاكي بيه الحمام موجود كده قدامك على طول وانت في نفس الوقت في نفس الوقت ده في اليوم اللي بعده وانت بتتوضي مسحة سريعة كده للحوض مسحة سريعة للقاعدة مش هتاخد منك دقيقتين لان هي لسه مخصولة بارح فبتحفظي على الحاجة نظيفة دايما تمام من غير مجهود ومن غير تعب تمام ومن غير وقت طبعا طيب النقطة اللي بعد كده عودي نفسك بقى تشيري كل حاجة في مكانها فورا جاية من برا حطي الشوز بتاعك في الجزامة ولادك اتعبي شوية في انك تعوديهم على كده كل حاجة الشنط بتاعتهم لها مكان السويتر بتاعهم لو مكان اي حاجة الكتب بتاعتهم لها مكان مايجوش يحطوا كل حاجة في كل ناحية والبيت يبقى مكركب تاني لأ انتي بدأي بنفسك القدوة اهم حاجة لتدريب الاطفال او الاولاد تمام حطي كل حاجة مكانها وعودي ولادك زي ما بقولك استعملتي المقص حطي مكانه استعملتي علبة الخياطة حطيها مكانها في المطبخ استعملتي الملح مكانه بسرعة حطي كل حاجة في مكانها فورا تمام دي اللي هتحافظ على ترتيب البيت وانه مايت كاركبش تاني تمام الرقم اللي بعد كده اي حاجة بقى تشوفيها مش نظيفة فورا نضفيها مثلا باب الشرق من جوه كده عليه تراب جري هاتي فوطة وحطي عليها شوية صابون سيل او شوية اي منظف اي منظف لو عندك بخاخة فيها المنظف اللي انا قلت عليه قبل كده اوكي المهم حتى لو هي اي منظف خطيها على فوطة وشوية مية ولما عيه بسرعة شباك انت شايفها مش نظيف مكان في الحيطة شايفها مش نظيف بسرعة على طول اعمليه مش هيخد خمس دقايق ومع الوقت حتبص تلاقي نفسك الدنيا حواليك كلها نظيف تمام ما تستنيش ابدا يوم التنظيف اي حاجة بسرعة كده سريعة اعمليها النقطة اللي بعد كده اي حاجة بتغلي على النار بقى روائي رخامة وقبل ما تغلي اخسلي شوية موعين لغاية ما تغلي نظافي جزء من البتجاز لغاية ما تغلي وهكذا يعني تطلعي من المطبخ يكون متروق تماما اعرف ناس بتحط كل حاجة مش في مكانها وبتستنى وممكن تستعمل التليفون لغاية ما الحاجة تغلي قدامها وتطلع من المطبخ يبقى عايز ساعتين عشان يتروق في حين ان ممكن قوي كل حاجة تتروق في ساعتها وانتي بتطبخي بتبص تلاقي المطبخ رايق جدا وما فيوش اي كركبة وكمان الموعين مخصولة تمام الرقم اللي بعد كده خلاص خلصنا اللي انا قلت عليه ده بقى في الانقاذ بتاع البيت شغالي بقى المكنسة على قد ما تقدري مش لازم كل البيت معلش احنا روّقنا قد ما نقدر على قد صحتنا وعلى قد وقتنا ولو زوجي الجاي في الطريق او وقت مجيه خلاص كفاية كده اروح بقى قطي اروّق نفسي اروّق اخد دوش اغير هدومي وهكذا اعمل المفروض يتعمل احنا انتفقنا مفيش اهمال لحاجة على حساب حاجة لكن لو قدر وبيتك صغير شغالي المكنسة على البيت كله ياريت تمام بعد كده الاجزاء المكشوفة بالشرشوبة كده سريعا كده عليها كده لغاية ما ايه هتبص تلاقي الدنيا زي الفل في لحظات عايزة اقولك ملقوظة ومعلومة مهمة جدا الناس او زوجك مش حيلاحظ الحاجات اللي هي فيها طراب قوي لكن لو هي مكركبة حيلاحظها وحيتضايق جدا كمان ولادك علميهم عينهم ما تشوفش غير الدنيا متروقة لان لو تعودوا ان الدنيا مكركبة حواليهم مش هتفرق معهم خالص تمام طيب في اليوم ده بقى مش لازم نطبخ مش لازم نعمل اكلة كبيرة ونقول بقى ده احنا ابطال بقى وحنعمل ونخلي ونعمل لا كل حاجة تبقى بقدر وتبقى منظمة انا بصراحة زمان كنت بعمل كده كنت بضغط على نفسي ودي كانت من ضمن اخطائي اتعلموا منها بننظف بنروأ يبقى ممكن اوي نشتري حاجة من بره ممكن اوي نقضيها جبنة وطماطن ممكن اوي نقضيها تونة التونة غالية بلاش منها ممكن اوي نقضيها فول وفلافل تمام المهم ما نطبخش في اليوم ده ولا نعمل مواعين بقى ولا نعمل اي حاجة تمام احنا في المهمة وعايزين نخلصها على خير رقم 14 حاجة من ضمن او الرقم اللي بعده ايا كان استعملي المنظمات المنظمات دي على فكرة فكرة جميلة جدا جدا وبتنجز معانا وبتخلي الدنيا اسهل الترويق اسهل يعني مثلا على التسريحة عندك شوية حاجات بتستعمليها يوميا يوميا حاجات اللي مش بتستعمليها يوميا شليها بعيد حطي حطيها كلها في منظم المنظم هو العلبة البلاستيك اللي هي شكلها حلو كده وبتحطي فيها الحاجات اللي بتستعمليها يوميا كريم بقى بارفام اي حاجة بتستعمليها يوميا تمام بحيس لما تيجي تنظفي التسريحة الاسطح بتاعتها تبص تلاقيها سهلة جدا بتشيلي المنظم ده وبعدين بتنظفي وبتحطي تاني تمام ما عندي كيش المنظم ده ومش عايزة تشتري علبة اي كارتونة اي حاجة بتصرفي تمام برضو في المطبخ الحاجات اللي بتستعمليها كتير الشاي السكر الحاجات اللي بتستعمليها كتير ومخليها عن رخامة او جنب البتاجاز برضو حطيها في منظم او في علبة بلاستيك هتشيليها بحالها كده وتنظفي مكانها وتحطيها تاني وطبعا من وقت للتاني يعني كل فترة كده اخسليها كويس جدا ونخسلي الحاجات بتاعتها كمان اي علبة توابل او علبة سكر او علبة ملح فضت قبل ما تحطي فيها حاجة جديدة اخسليها ونشفيها ونخطي فيها بالطريقة دي هتلاقي كل مطبخك نضيف دايما مش هتلاقيه يتوسق كله كده مرة واحدة تمام طيب النقطة اللي بعد كده خلي دايما الاسطح بتاعتك فضية الرخامة التسريحة لو عندك بوفيه اي اي اسطح عندك خليها فضية دايما عشان تبقى سهلة في التنظيف بتاعها تمام لو عندك طحف فوزات ورد حاجات مندي شليها شليها لو خصوصا بقى لو عندك اطفال خلي الحياة تبقى اسهل تمام عشان لما تيه تنظفي يبقى مسحة سريعة كده ما تقعدش تشيلي وتنظفي وتحطي تاني والمفارش والكلام من دا لأ لو عندك اطفال شيلي كل الحاجات دي خليها بعدين وبعد كده يبقى حطيها لما يكبروا لكن دلوقتي عايزين نسهل على نفسنا تمام النقطة اللي بعد كده لازم لازم تعودي الأولاد يساعدوك ده قانون عليهم اللي بيستخدم الرخامة لازم ينظفها مكانه استعمل صنية حط فيها شوية حاجات فطار أو عشا يروقها مكانه ما يسيبش بقى صواني كده على الرخامة والرخامة مستعملة وتبص تلاقي المطبخ اتكركب في صواني لأ كل واحد مسؤول عن استعماله تمام استخدم طبق حط فيه فكهة وبياكل منها أو أكل منها يروقوا مكانه والطبق يتحط مكانه يتشاطف شاطفة سريعة كده ويتحط مكانه مفيش حاجة اسمها كل واحد يحط 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 سواء في الريسبشن أو في في الليفينج أو في المطبخ أو في أي مكان وانبص تلاقي نفسك محتاجة تروي تاني وراهم ما تستهونيش بالحاجات دي الحاجات دي لما بتتراكم على بعضها بتاخد منك وقت ومجهود وما تقوليش أنا أقدر أعمل ولا لسه هقاوح وأنا لسه هقعد أقول لهم لا ما تستسهليش لأن الحاجات دي هتريحك مستقبلا النقطة اللي بعد كده المواعين لازم تتغسل فورا يعني تغديتي وأنت بتغسلي إيدك اغسلي شوية مواعين أو حطيهم في غسالة الأطباق تمام مش قادرة وفي ظروف حطيهم مترتبين على الأقل تمام ما يبقاش الدنيا متكركبة كتير الرقم اللي بعد كده إياكي ثم إياكي تيجي على نفسك وعلى صحتك يعني ما تقوليش أنا أقدر أعمل كل البيت ده هو التنظيف عميق في يوميها ممكن تقدري لكن صحتك هتتعب على المدى البعيد ما تغلطيش غلطتي تمام اعملي كل حاجة على الأد كده واهتم بنفسك واسترخي واللي ما تقدريش تعمليه النهاردة عمليه بكرة ما فيهاش حاجة أهملتي القانون أهملتي الروتين اليومي بتاعك لظروف معينة ما فيهاش مشكلة خالص كلنا بيمر علينا ظروف صحتك أهم حاجة محدش حينفعك تمام النقطة اللي بعد كده النصيحة اللي أنا دايما بكررها كتير لازم تحطي كرسي في المطبخ أو جنب المطبخ أطعي الوقفة بتاعتك لو فيه حاجات تستلزم وقفتك كتير أطعيها أطعي الوقفة بتاعتك يعني أي حاجة وانت قاعدة الخشونة ملهاش علاج وربنا يكفيكم شرها كلكم ويديكم الصحة كلكم تمام النقطة اللي بعد كده يوم الطبخ هتطبخي طبخة كبيرة كده مفيش غسيل بقى ولا فيه تنظيف عميق يوم فيه تنظيف عميق مفيش طبيخ ومفيش غسيل يعني وزني أمورك علشان صحتك وعلشان وقتك وعشان ما تهمليش أي جانب من الجوانب اللي قلنا عليهم في الأول تمام من روتينك اليوم خلي خلي يوم أو من روتيني الوجبات الإسبوعية خلي يوم أو يومين في الإسبوع أكل سهل جدا أو بواقي تكون عندك في الفريزر أو فل وفلافل أو أي حاجة سريعة ما تحتاجش وقفة في اليوم ده لو عندك مشوار عملي لو عندك عايزة جسمك محتاج ترتاحي ارتاحي لو ملكيش مزاج تطبخي ما تطبخيش يعني راعي نفسك أنت نفسك تستحق الاهتمام زيك زي زوجك زي ولادك زي أي حاجة تمام طيب رتبي أولوياتك اليوم اللي فيه حاجة كبيرة ما تعمليش فيه حاجة كبيرة تانية تمام النصيحة يكون يكون متروأة عين زوجك لما يجي لاقي الدنيا حواليه كده متروأة ما يجيش يلاقيك ينظفتي تنظيف عميق وشلتي السجاجي وغسلتيها وعملتي الستاير وا 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 ويجي يلاقي مثلا طرحتك على كنبة وشنطتك على كنبة ومش عارفة الشوز مش في مكانه الدنيا تكركبت في ثواني من حاجات بسيطة جدا وانت بقى متخيلة ان هو ظالم محسش بالمجهود اللي انت عملتين خلي عندك زكاء حتى لو تروائي على قدك كده وتنظفي على قدك لكن المظهر العام يكون نضيف تمام كل اسبوع او عشر ايام شغالي المكنسة واعملي بالشرشوبة الاجزاء المكشوفة هتلاقي الدنيا نضيفة حواليك على طول هي كلها شوية حاجات كده نقط بسيطة نتبعها هنلاقي نفسنا البيت نضيف جدا ومتروأ جدا وربنا يسعدكم كلكم ويديكم الصحة وده كان الفيديو بتاعي بتاع النهاردة يا ربي يعجبكم ويا رب تستفيدوا منه وان شاء الله اشوفكم بفيديو جديد وبحبكم جدا وبحب تعليقاتكم قوي قوي الف سلامة